المقصد الثالث من مقاصد السورة في ست ومئة آية في الآيات من الثامنة والسبعين بعد المئة الأولى إلى الثالثة والثمانين بعد المئتين بعد إرساء الأساس تكون إقامة البنيان وبعد الإطمئنان على سلامة الخارج يجيء دور البناء والإنشاء في الداخل نعم لقد تم إصلاح العقيدة التي هي روح الدين وجوهره فليبدأ تفصيل الشريعة التي هي مظهر الدين وهيكله لقد أزيلت شبهة المعاندين وأقيمت الحجة عليهم فلم يبق إلا إنارة السبيل للسالكين وإضاح المحجة بين يديهم كانت العناية من قبل موجهة إلى بيان حقائق الإيمان فلتتوجه الآن إلى بسط شرائع الإسلام وأنت فقد رأيت كيف مهدت السورة لهذا التحول إذ وضعت برزخا يربط أطراف الحديث ويلتقي فيه سباقها وسياقها ولو أنك تلفت الآن التفاتة يسيرة إلى جانبك لرأيت أدنى هذا البرزخ إليك تلك الآية الجامعة آية البر التي انتظمت أصول الدعوة بشطريها النظري والعملي ولرأيت أدنى هذين الشطرين إليك هو هذا الشطر العملي فاعلم الآن أن هذا الشطر العملي الذي لمحناه من قبل مطويا في فهرس موجز سنراه فيما يلي مبسوطا في بيان مفصل ففي نيف ومئة آية سنرى فنا جديدا من المعاني مهمته رسم نظام العمل للمؤمنين وتفصيل الواجب والحرام والحلال لهم في شتى مناح الحياة في شأن الفرد وفي شأن الأسرة وفي شأن الأمة بيانا مؤتنفا تاره وجوابا عن سؤال تارة أخرى متناولا في جملته عشرات من شعب الأحكام هذه الحكمة العامة في تأخير إقامة البنيان ريفما أرسيت قواعده وفي تأجيل الفروع حتى أحكمت أصولها ستبدو من ورائها حكم جزئية وأسرار دقيقة لمن أقبل على هذه الفروع ينظر إلى تلاسق لبناتها في بنيتها وتناسق حباتها في قلادتها ثم رجع ينظر في وجه التقابل بين ذلك الإجمال السابق وهذا التفصيل اللاحق فلنأخذ في استعراض الحلقات الرئيسية لهذه السلسلة الجديدة لقد ختمت آية البر كما رأيت بخصلة من خصار البر ميزت في إعرابها تمييزا فكان ذلك تنويها بشأنها أي تنويه تلك هي خلة الصبر التي شعبتها الآية المذكورة إلى ثلاث شعب الصبر في البأساء والصبر في الضراء والصبر حين البأس فهل تعلم أنه الآن وقد بدأ دور التفصيل ستكون هذه الخصلة بشعبها الثلاث أول ما تعنى السورة بنشره من تلك الخصال وأنها ستنشرها نشرا مرتبا ترتيبا تصاعديا على عكس ترتيب الطي الصبر حين البأس ثم الصبر في الضراء ثم الصبر في البأساء وهل تعلم أن هذا النظام التصاعدي نفسه سيتبع في سائر الخصال؟ الوفاء بالعهود والعقود ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والبذل والتضحية في سبيل الله إليك البيان مفصلا الصبر حين البأس في الآيات من الثامنة والسبعين بعد المئة إلى الثانية والثمانين بعد المئة أيضا لا تحسبنه هنا صبرا على الجروح والقروح في الحرب فذلك معنى سلبي استسلامي ولا تحسبنه صبرا في البطش والفتك بالأعداء فذلك جهد عملي إيجابي حقا ولكن ما رده إلى قوة العضل والعصب لا إلى قوة الخلق والأدب ليس الشديد بالسرعة ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب هكذا سيختار الله لنا من مثل الصبر أمثلها ومن موازينه أو زنها في معايير القيم ذلك هو ضبط النفس حين البأس كفا لها عن الاندفاع وراء باعثة الانتقام وردعا لها عن الإسراف في القتل ووقوفا بها عند حد التماثل والتكافئ العادل وبين قوسين القصاص في الآيتين الثامنة والسبعين بعد المائة والتاسعة والسبعين بعد المائة وإذا كان تداعي المعاني يسوقنا من الحديث عن القتل إلى الحديث عن من هم بشرف الموت ناسب تتميم الكلام ببيان ما يجب على المحتضر من الوصية لأقاربه برًا بهم وبين قوسين الوصية في الآيات من الثمانين بعد المائة إلى الثانية والثمانين بعد المائة أيضا الصبر في الضراء وكذلك سيختار الله لنا من أبواب الصبر في الضراء أعلاها ليس الصبر على الأمراض والآلام بإطلاق ولكنه الصبر على الضمأ والمخمصة في طاعة الله وبين قوسين الصوم في الآيات من الثانية والثمانين بعد المائة إلى السابعة والثمانين بعد المائة أيضا وينساق الحديث من الصوم المؤقت عن بعض الحلال إلى الصوم الدائم عن السحت والحرام وبين قوسين في الآية الثامنة والثمانين بعد المائة الصبر في البأساء وعلى هذا النمط نفسه سنرى الصبر في البأساء هنا ليس هو ذلك الصبر الاضطراري على الفقر والأزمات المالية والجوائح السماوية ولكنه الصبر الاختياري على التضحية بالأموال إنفاقا لها في سبيل الله والمثال الذي يختاره التنزيل الحكيم هنا مثال مزدوج ينتظم الصبر في البأساء والضراء جميعا إذ يجمع بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال ولا تنسى هاهنا أن تنظر إلى المعبرة اللطيفة التي انتقل بها الحديث من الصوم إلى الحج تلك هي مسألة الأهلة التي جعلها الله مواقيت للصوم والحج جميعا ولنقف بك هاهنا وقفة يسيرة نشير فيها إلى شأن عجيب من شؤون النسق القرآني في هذا الموضع ذلك أنه حين بدأ بذكر الحج لم تتصل به أحكامه ولا آه بل فصل بين الشرع في الحديث عنه وحكمه بست آيات في أحكام الجهاد بالنفس والمال في قتال الأعداء في الآيات من التسعين بعد المئة إلى الخامسة والتسعين بعد المئة أيضا فاصلة يحسبها الجاهل رقعة غريبة في ثوب المعنى الجديد ولكن الذي يعرف تاريخ الإسلام وأسباب نزول القرآن يعرف ما لهذه الفاصلة من شرف الموقع وإصابة المحز لا لمجرد الاقتران الزماني بين تشريع الحج وبين غزوة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة ولكن لأن أداء المناسك في ذلك العام كان عزما لم ينفذ وأملا لم يتحقق إذ أحصر المسلمون يومئذ عن البيت وهموا أن يبطشوا بأعدائهم الذين صدوهم عنه ولولا أن الله نهاهم عن البدء بالعدوان وأمرهم أن لا يقاتلوا في المسجد الحرام إلا من قاتلهم فيه فانصرفوا راجعين مستسلمين لأمر الله منتظرين تحقيق وعد الله فكذلك فلينصرف القارئ أو المستمع هاهنا وهو متعطش لإتمام حديث الحج على أن يعود إليه بعد فاصل كما انصرف المسلمون إذ ذاك عن مكة وهم إليها متعطشون على أن يعودوا إليها من عام قابل هكذا كانت هذه الآيات الفاصلة تذكارا خالدا لتلك الأحداث الأولى وهكذا كان القرآن الحكيم مرآة صافية نطالع فيها صور الحقائق من كل لون نقتبسها طورا من تصريح تعبيره وطورا من نهجه وأسدوبه في تعجيل البيان أو تأخيره ثم كانت هذه الآيات الفاصلة في الوقت نفسه درسا عمليا في صبر المتعلم على أستاذه لا يعجله بالسؤال عن أمر في أثناء حديثه ولكن يتلبث قليلا حتى يحدث له منه ذكرا في ساعته الموقوتة وهكذا لن يطول بنا الانتظار حتى نرى أحكام الحج والعمرة تجيء في إثر ذلك على شوق وضمأ فتشبع وتروي بالبيان الشاف الوافي وذلك في الآيات من السادسة والتسعين بعد المائة الأولى إلى الثالثة بعد المائتين وبتمام هذا البيان تتم الحلقة الأولى من الأحكام أعني فريضة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس استجمامه في الآيات من الرابعة بعد المائتين إلى الرابعة عشرة بعد المائتين أيضا وشاءت حكمة الله وتلطفه بنا في تربية نفوسنا على طاعة أمره ألا يصعد بنا إلى الحلقة الثانية من ثورنا هذا ولكن بعد استرواحة فيها شيء من الموعظة العامة يثبت بها القلوب على ما مضى ويوطئ لها السبيل إلى ما بقي وكان من حسن الموقع لهذه الموعظة العامة أنها اتصلت بالموعظة الخاصة التي ختم بها حديث الحج والتي قسمت الناس من حيث آمالهم ومطامحهم إلى فريقين فريق يطلب خير الدنيا ولا يفكر في أمر الآخرة وفريق لا تنسيه دنياه مصالح أخراه وذلك في الآيات من المائتين إلى الثانية بعد المائتين فجاءت الموعظة العامة تقسم الناس من حيث ما فيهم من خلق الأثرة أو الإيثار إلى فئتين فئة لا تبالي أن تضحي في سبيل أهوائها بحياة العباد وعمران البلاد وفئة على العكس من ذلك لا تضن أن تضحي بنفسها في سبيل مرضات الله وذلك في الآيات من الرابعة بعد المائتين إلى السابعة بعد المائتين وتخلص الآيات الحكيمة من هذا التقسيم إلى توجيه النصح للمؤمنين بأن يخلصوا نفوسهم من شوائب الهوى ويستسلموا بكليتهم لأوامر الله دون تفريق بين بعضها وبعض محذرة إياهم من الزلل عنها بعد أن هدوا إليها ووقفوا عليها معزية لهم عما قد يصيبهم من البأساء والضراء في سبيل إقامتها ضاربة لهم المثل في ذلك بسنة السلف الصالح من الأمم السابقة وذلك في الآيات من الثامنة بعد المائتين إلى الرابعة عشرة بعد المائتين هنا تمت الاسترواحة بالموعظة العامة ستكون الحلقة الثانية في تفصيل الخصلة الثانية من الخصال العملية التي أجملت في آية البر وهي الوفاء بالعهود والعقود وستختار من بين هذه العقود أحقها بالعناية والرعاية عقدة الزواج وما يدور حول محورها من شؤون الأسرة أليست الأسرة هي المجال الأول للتدريب على حسن العشرة وعلى التنزه من رذيلة الأنانية والأثرة ثم أليست الأمور متى استقامت في هذا المجتمع الصغير استقامت بالتدريج في المجتمع الكبير ثم في المجتمع الأكبر ترى كيف سيكون الانتقال إلى هذه الحلقة الثانية هل يصعد القرآن بنا توا إلى تفصيل هذه الشؤون المنزلية المتشبكة المتشعبة؟ كلا إن هذا البيان التربوي الحكيم لن يهجم بنا عليها دفعة ولكنه سيتلطف في الوصول بنا إليها على معراج من الأسئلة والأجوبة تتصل أوائلها بالأحكام الماضية الإنفاق والجهاد وذلك في الآيات من الخامسة عشرة بعد المئتين إلى الثامنة عشرة بعد المئتين أيضا وتتصل أواخرها بالأحكام التالية مخالطة اليتامة وشرائط المصاهرة وموانع المباشرة وذلك في الآيات من العشرين بعد المئتين إلى الثانية والعشرين بعد المئتين أيضا وهكذا نصل في رفق ولين دون اقتضاب ولا ابتسار إلى صميم الحلقة الثانية وذلك في الآيات من الثالثة والعشرين بعد المئتين إلى السابعة والثلاثين بعد المئتين أيضا حيث نتلقى في شأن الحياة الزوجية دستورا حكيما مؤلفا من شطرين وشطره الأول يعالج شؤون الأسرة في أثناء اتصالها وذلك في الآيات من الثالثة والعشرين بعد المئتين إلى الثانية والثلاثين بعد المئتين أيضا وشطره الأخير يعالج شؤونها في حال حلالها وانفصالها وذلك في الآيات من الثالثة والثلاثين بعد المئتين إلى السابعة والثلاثين بعد المئتين أيضا فخذ هذه الحلقة الجديدة من السورة الكريمة وتعرف أسباب نزولها وانظر كيف كانت كل قضية منها فتية في حادثة معينة منفصلة عن أخواتها ثم عد لتنظر في أسلوبها البياني جملة وحاول أن ترى عليه مسحة فصال أو انتقال أو أن تحس فيه آثرا لصنعة لصق أو تكلف لحام واعلم منذ الآن أنك ستحاول عبثا فإنك لن تجد أمامك إلا سبيكة واحدة يطرد فيها عرق واحد ويجري فيها ماء واحد على رغم أنها جمعت من معادن شتى تأمل أول كل شيء في خط سير المعاني انظر كيف استهل الحديث بإرساء الأساس وذلك بتقرير حق العشرة والمخالطة الزوجية في الآية الثالثة والعشرين بعد المئتين ثم انظر كيف تلاه النهي عن إدخال اليمين في أمثال هذه الحقوق المقدسة سواء بالحلف على منع البر عن مستحقه أو على قطع ما أمر الله به أن يوصل وذلك في الآيتين الرابعة والعشرين بعد المئتين والخامسة والعشرين بعد المئتين أيضا وكيف عقبه بحكم فرع من فروع هذا المبدأ متصل بالعلاقة الزوجية وهو حكم من حلف على الامتناع عن زوجته وذلك في الآيتين السادسة والعشرين بعد المئتين والسابعة والعشرين بعد المئتين أيضا وكيف اتصل من هنا بأحكام الطلاق وما يتبع الطلاق من حقوق وواجبات في الآية الثامنة والعشرين بعد المئتين فإذا أعجبك هذا التسلسل المعنوي وهذا التدرج المنطقي في شؤون كانت متفرقة ارتجلتها الحوادث ارتجالا فتعال معي لأضع يدك في هذه القطعة على حرف واحد تلمس فيه مبلغ الإحكام في التأليف بين هذه المتفرقات حتى صارت شأنا واحدا ذا نسق واحد ذلك هو موضع النقلة من فتي الإيلاء إلى فتي الطلاق يقول تعالى وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن ألا ترى كيف أدير الأسلوب في حكم الإيلاء على وجه معين يطل القارئ منه على أفق متلبد ينذر باحتمال الفراق فلما جاء بعده الحديث عن أحكام الفراق لم يكن غريبا بل وجد مكانه مهيئا له من قبل كأن خاتمة حكم الإيلاء كانت بمثابة عروة مفتوحة تستشرف إلى عروة أخرى تشتبك معها فلما جاءت فتي الطلاق في إبانها كانت هي تلك العروة المنتظرة وما هو إلا أن التقت العروتان حتى اعتنقتا وكانت منهما حلقة مفرغة لا يدرى أين طرفاها وهكذا أصبح الحديثان حديثا واحدا ترى من علم محمدا عليه الصلاة والسلام لو كان القرآن من عنده أنه سوف يستفتى يوما ما في تلك التفاصيل الدقيقة لأحكام الطلاق ومن علمه أنه سيجد لهذا السؤال جوابا وأن هذا الجواب سيوضع في نسق مع حكم الإيلاء وأنه ينبغي لاستقامة النسق كله أن يساق حكم الإيلاء الذي وقع الاستفتاء فيه الآن على وجه يجعل آخر شقيه هو أدناهما إلى حديث الطلاق الذي سوف يسأل عنه بعد حين لكي ينضم الشكل إلى شكله متى جاء وقت بيانه هيهات أن يحوم علم البشر حول هذا الأفق الأعلى فإنما ذلك شأن عالم الغيب والشهادة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا وتمضي السورة في هذا النمط الجديد مفصلة آثار الطلاق وتوابعه كلها عدة ورجعة وخلعة ورضاعا واسترضاعا وخطبة وصداقا ومتعة إلى تمام هذه الحلقة الثانية في الآية السابعة والثلاثين بعد المائتين هناك تبدأ الحلقة الثالثة يقول تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وذلك في الآيات من الثامنة والثلاثين بعد المائتين إلى الرابعة والسبعين بعد المائتين أيضا لننظر كيف تمت النقلة بين هاتين الحلقتين إننا بمقدار ما رأينا من التلبث والتمكث والاستجمام والتنفس بين الحلقة الأولى والثانية سنرى على عكس ذلك بين الحلقة الثانية والثالثة نقلة شبه خاطفة بل لفتة جد مباغتة قد يحسبها الناظر اقتضابا وما هي باقتضاب إلا في حكم النظر السطحي أما من تابع معنا سير قافلة المعاني منذ بدايتها وقطع معنا ثلثي الطريق الذي رسمته آية البر من الوفاء بالعهود والصبر في البأساء والضراء وحين البأس فإنه لا ريب سوف يستشرف معنا إلى ثلثه الباقي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبذل المال على حبه في سبيل الله وسوف يرى أن هذه الحلقة الثالثة قد جاءت هنا في رتبتها وفي موضعها المقدر لها وفق ترتيبها في الآية الجامعة سيقول قائل نعم لقد جاءت في موضعها ورتبتها ولكن الانتقال إليها قد تم دون إعداد نفسي ولا تمهيد بياني نقول بل كان هذا الإعداد والتمهيد في الآية الكريمة التي ختمت بها الحلقة السابقة يقول تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير فهذه لو تدبرت معبرة ذهبية وضعت في وقت الحاجة إليها بعد أن استطال الحديث في تفصيل الحقوق والواجبات المنزلية معبرة جاء بها لتنقلنا من ضوضاء المحاسبة والمخاصمة إلى سكون المسامحة والمكارمة فكانت معراجا وسطا صعد بنا إلى أفق أعلى تمهيدا للعروج بنا فيما يلي إلى الأفق الأعلى ألا تسمع إلى هذه الكلمات يقول تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم لا تنسوا الفضل بينكم إن كل حرف في هذه الكلمات ينادي بأنها كلمات حبيب مودع كان قد أقام بيننا فترة ما ليفصل في شؤوننا ثم أخذ الآن يطوي صحيفة أحكامه ليتحول بنا عنها إلى ما هو أهم منها فقال لنا وهو يطويها دعوا المشادة في هذه الشؤون الجزئية الصغرى سووها فيما بينكم بقانون البر والفضل الذي هو أسمى من قانون الحق والعدل وحولوا أبصاركم معي إلى الشؤون الكلية الكبرى التي هي أحق بأن يتوفر عليها العزم والقصد وأحرى أن يشتغل بها العقل والقلب نعم نعم لقد كفاكم هذا حديثا عن حقوق الزوج والولد فاستمعوا الآن إلى الحديث عن حقوق الله والوطن حافظوا على الصلاة أنفقوا في سبيل الله جاهدوا في سبيل الله وبعد فهل حديث الصلاة هنا يعتبر مقصدا أصليا مستقلا أم هو جزء من مقصد آخر لكي نحسن الجواب عن هذا السؤال يجمل بنا أن نرجع البصر كرة أخرى لننظر في جملة الخصال التي جمعت في آية البر والتي فصلت في الآيات من بعدها إلى قرب آخر السورة والنقارن بين حظوظها من عناية الذكر الحكيم فماذا نرى؟ نرى التنويه بفضيلتي الإنفاق والجهاد في سبيل الله لا يزال يعاد ويردد في مطالع الحديث ومقاطعه في إجماله وفي تفصيله ترديدا ينادي بأنه هو المقصود الأهم والهدف الأعظم من التشريع في هذه السورة فلو أننا في ضوء هذا الأسلوب تمثلنا تلك البيئة وأحداثها وتمثلها القوم وهم تتلى عليهم شرائع هذه السورة وأحكامها لتمثلنا معسكرا ثابتا للجهاد المزدوج المالي والبدني ولتمثلنا على رأس هذا المعسكر قائدا يقظا حريصا لا يعزب عنه شأن من شؤون جنوده خاصها وعامها ولا يفتأ يلقي عليهم أوامره وإرشاداته في مختلف تلك الشؤون كلما فرغ من إفتائهم في نوازلهم العارضة الوقتية رجع بالحديث إلى مجراه العتيد في شأن مهمتهم الرئيسية ضع هذه اللوحة الجندية أمام عينيك فلن يكون عندك عجب أن ترى الحديث في شأن الجهاد يبرز الآن على إثر تلك الشؤون ذلك أن بساطه كان أبدا منشورا وأن داعيته كانت دائما قائمة فإذا عاد ذكره بعد أن زال ما حوله من الشواغل الوقتية فإنما يجيء على أصله وسجيته فلا يسأل عن علته ماذا نقول شأن الجهاد أليس الحديث سيفتتح الآن بشأن الصلاة وعدة الوفاة لا بشأن الجهاد بل نقول ونحن نعني ما نقول إن الحديث يعود الآن إلى شأن الجهاد وإن الخطاب هنا بالصلاة وغيرها يتوجه إلى المجاهدين من حيث هم مجاهدون ليحل المشاكل التي يثيرها موقف الجهاد نفسه قبل أن يوجه إليهم الأمر الصريح بالقتال فأول هذه المشاكل مشكلة الصلاة في الحرب ألا يكون الجهاد رخصة في إسقاط هذا الواجب أو في تأجيله يجيبنا الكتاب العزيز لا رخصة في ترك الصلاة ولا في تأجيلها لا في سلم ولا في حرب ولا في أمن ولا في خوف يقول تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وذلك في الآية الثامنة والثلاثين بعد المئتين وإنما الرخصة عند الخوف في شيء واحد في صفات الصلاة وهيئتها يقول تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والصلاة كما نعلم قوة معنوية على العدو وعدة من عدد النصر لا جرم كان من الحكمة أن تزود بها أرواح المجاهدين قبل أن يؤمروا بالقتال أمرا صريحا والصلاة في الوقت نفسه طهرة للنفس من مساوئ الأخلاق تنقيها من دنس الشح والحرص على حطام الدنيا لا جرم كان من الحكمة كذلك جعلها دعامة للوصية الآنفة التي أمرتنا بالتسامح والتكارم في المعاملات هكذا كان وضع حديث الصلاة مزدوج الفائدة دواء وغذاء معا ينظر إلى الأمام وإلى الوراء جميعا بل قل إنه مثلث الفائدة لأنه في نظره إلى الخلف لا ينظر إلى الآية الآنفة وحدها بل ينظر كذلك إلى الآية الجامعة ليفصل إجمالها في هذا الجانب ويستطرد المؤلف رحمه الله في الحاشية فيقول إذا فهمت حسن هذا التلطف في الانتقال من المعنى القديم إلى المعنى الجديد وأدركت جمال هذه الأوضاع الهندسية التي تناسقت بها المعاني السابقة واللاحقة فقد زالت عنك شبهة الاقتضاب هنا في الانتقال إلى حديث الصلاة غير أننا إذا قسنا هذه النقلة إلى النقلة السابقة بين الحلقتين الأولى والثانية ألسنا نرى هذا التمهيد قصيراً وهذا التحول سريعاً؟ أليست النفس في سيرها هنا تدركها رجة خفيفة لهذا التحول السريع الذي تفرضه عليها حركة قائدها؟ ألا فعلم علمك الله أن هذه سرعة مقصودة وأن من الخير لنا أن نحس بهذه الرجة الخفيفة من أثر ذلك التحول السريع فإن لذلك مغزاً عميقاً في تربية النفوس المؤمنة إن هذه النقلة تصور لنا ما يجب أن يكون عليه المؤمن إذا سمع نداء الواجب الروحي وهو منهمك في معركة الحياة فكأننا بهذا الأسلوب الحكيم ينادينا إنه ليس من شأن المؤمن أن يحتاج إلى كبير معالجة للتسامي بروحه فوق مشاغل الأهل والولد وإنما شأنه أن ينتشل نفسه من غمرتها انتشالاً فورياً ليسرع إلى تلبية ذلك النداء الأقدس قائلاً للدنيا كلها دعيني أتعبد لربي نعم هذا شأن المؤمنين يقول تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وهنا انتهى كلام المؤلف رحمه الله في الحاشية وأعود إلى متن كلامه في الكتاب يقول رحمه الله تعالى والجندي في الحرب تشغاله على الأقل مخافتان مخافة على نفسه وعلى المجاهدين معه من أخطار الموت أو الهزيمة ومخافة على أهله من الضياع والعيلة لو قتل لذلك انساق البيان الكريم يطرد عن قلبه كلتا المخافتين أما أهله فقد وص الله للزوجة إذا مات زوجها بأن تتمتع حولاً كاملاً في بيته وكذلك مطلقته سيتقرر لها حق في المتعة لا ينسى فليقر عيناً من هذه الناحية وذلك في الآيات من الأربعين بعد المائتين إلى الثانية والأربعين بعد المائتين أيضاً وأستطرد المؤلف رحمه الله في الحاشية فيقول للمفسرين في هذه الآية قولان مشهوران أحدهما أنها وصية مندوبة لا واجبة الثاني أنها كانت واجبة في صدر الإسلام ثم نسخت بالآية السابقة أي الآية الرابعة والثلاثين بعد المائتين التي توجب تربص أربعة أشهر وعشراً لا أكثر وواضح أن كلا القولين مبني على أن آية الحول يسري حكمها على الأزواج عامة ولكن السياق الحكيم أوحى إلينا هذا المعنى الجديد وهو أن تربص الحول الكامل كان خصوصية فضلت بها زوجات المجاهدين على زوجات القاعدين والله أعلم وهنا انتهى كلام المؤلف رحمه الله في الحاشية وأعود إلى متن كلامه في الكتاب يقول رحمه الله وأما خوف الموت فليعلم أن الذي يطلب الموت قد توهب له الحياة يقول تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم أما خوف الهزيمة فإن النصر بيد الله يقول تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وتلك سنة الله في المرسلين وذلك في الآيات من السادسة والأربعين بعد المائتين إلى الثالثة والخمسين بعد المائتين أيضا هكذا أبعدت المخاوف كلها عن قلوب المجاهدين بعد أن زودت أرواحهم بزاد التقوى وهكذا أصبحوا على استعداد نفسي كامل لتلقي الأوامر العليا فليصدر إليهم الأمر صريحا بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وذلك في الآيتين الرابعة والأربعين بعد المائتين والتي بعدها ولتفصل لهم العبر التاريخية التي تثبت أقدامهم حين البأس والتي تزيدهم أملا في النصر وذلك في الآيات من السادسة والأربعين بعد المائتين إلى الثالثة والخمسين بعد المائتين ويستطرد المؤلف رحمه الله في الحاشية فيقول من الطرائف البيانية في أسلوب القرآن هنا أن النتيجة فيه تقع من المقدمات موقع المركز من الدائرة لا موقع الطرف من الخط كما هو شأن الأسلوب التعليمي المشهور ألا ترى هذا الأمر بالقتال في سبيل الله في الآية الرابعة والأربعين بعد المائتين قد أحيط من جانبيه كليهما بدعائمه وبواعثه إجمالا قبل وتفصيلا بعد على أن هذا المنهج الطريف لا يخص هذا الموضع من القرآن فإنك ستجد شواهده مبثوثة في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز تدبر قوله تعالى في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم فإن كمال الدين الإسلامي باجتماله ماديا وروحيا على كل النظم الكفيلة بإصلاح الفرد والأسرة والجماعة والدولة والإنسانية العامة لم يذكر من دلائله قبل إلا طرف يسير أما بقية البرهان فقد نثرت حباته على أثر ذلك إلى تمام الآية العاشرة من السورة المذكورة وانظر إلى قوله تعالى في سورة النحل لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فقد جاء وسطا بين دلائل الوحدانية في التدبير ودلائل الوحدانية في الإنعام والإحسان وتأمل قوله في السورة نفسها ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء فقد جاء بعد تبيين أصول العقيدة وقبل تبيين أصول الفضيلة العملية ومن جملة السابق واللاحق يتألف البرهان على صدق هذه القضية وهي أن الكتابة بيان لكل شيء انتهى كلام المؤلف رحمه الله في الحاشية وأعود إلى متن كلامه في الكتاب يقول رحمه الله تعالى والجهاد كما قلنا جهادان جهاد بالنفس وجهاد بالمال وليس الجهاد بالمال وقفا على شؤون الحرب بل هو بذله في كل ما يرفه عن الأمة ويقوي شوكة الدولة ويحمي حما الملة ولقد أخذ الجهاد بالنفس حظه من الدعوة في آية قصيرة هي الآية الرابعة والأربعون بعد المئتين ثم في آيات كثيرة من السادسة والأربعين بعد المئتين إلى الثالثة والخمسين بعد المئتين أيضا وأخذ الجهاد بالمال بعد حظه في آية قصيرة هي الآية الخامسة والخمسون بعد المئتين فمن العدل أن يأخذ تمام حظه في آيات كثيرة كذلك وهكذا نرى الدعوة إليه تأخذ الآن قصطها مطبوعا بطابع الشدة تاره كما في الآيات من الرابعة والخمسين بعد المئتين إلى الستين بعد المئتين أيضا وطابع اللين تارة في الآية الحادية والستين بعد المئتين وطابع التعليم المفصل لآداب البذل تارة أخرى كما في الآيات من الثانية والستين بعد المئتين إلى الرابعة والسبعين بعد المئتين أيضا ثم ينساق الحديث من فضيلة التضحية والإيثار التي هي أسمى الفضائل الاجتماعية إلى رذيلة الجشع والاستئثار التي هي في الطرف المقابل أحط أنواع المعاملات البشرية أعني رذيلة الربا التي تستغل فيها حاجة الضعيف ويتقاضى فيها المحسن ثمن المعروف الذي يبذله وذلك في الآيات من الخامسة والسبعين بعد المئتين إلى التاسعة والسبعين بعد المئتين أيضا وكان هذا الاقتران بينهما في البيان إبرازا لمدى الافتراق بين قيمتهما في حكم الضمائر الحية وبعد هذين الطرفين المتباعدين يقيم القرآن ميزان القسط في الحد الأوسط جاعلا لصاحب الحق سلطانا في المطالبة برأس ماله كله لا ينتقص منه شيء يقول تعالى لا تظلمون ولا تظلمون غير أنه يحذرنا من سوء استعمال هذا الحق بإزاء المعسرين فيأمرنا أن نتخذ فيهم إحدى الحسنيين إما الانتظار إلى الميسرة وإما التنازل لهم نهائيا عن الدين وهذه أكرم وأفضل يقول تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وذلك في الآيتين الثمانين بعد المائتين والتي بعدها ولما كان الطابع البارز في هذا التشريع القرآني وهو طابع القناعة والسماحة قد يحي إلى النفوس شيئا من التهاون في أمر المال وربما مال بها إلى التفريط في حفظه وتثميره جاءت آية الدين والرهان في الآيتين الثانية والثمانين بعد المائتين والتي بعدها تدفعان عن نفوسنا هذا التوهم وتصوغان للمؤمنين دستورا هو أدق الدساتير المدنية في حفظ الحقوق وضبطها وتوثيقها بمختلف الوسائل تمهيدا لإنفاقها في أحسن الوجوه فمن لم يجد سبيلا إلى التوثق بوثيقة ما ولم يبق أمامه إلا أن يكل عميله إلى ذمته وأمانته فليؤدي الذي ائت من أمانته وهكذا ختم الشطر العملي من السورة بهذه القاعدة المثلى التي هي أساس كل معاملة شريفة أعني قاعدة الصدق والأمانة جعلنا الله من أهل الصدق والأمانة آمين في الآية السابقة انتهت مهمة الأحكام التفصيلية عند الحد الذي أراد الله بيانه في هذه السورة وبها ختم الشطر الثاني من الحقيقة الدينية وهو شطرها العملي بعد أن أرسى شطرها الاعتقادية في الآية الثانية والعشرين بعد المئة الأولى وما بعدها وهكذا تناول البيان حتى الآن حقائق الإيمان وشرائع الإسلام هل بقي في بنيان الدين شيء فوق هذه الأركان؟ نعم لقد بقيت ذروته العليا وحليته الكبرى بعد الإيمان والإسلام بقي الإحسان وهو كما فسره صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه أن تراقب الله في كل شأنك وأن تستشعر مشاهدته لك في سرك وإعلانك وأن تستعد لمحاسبته لك حتى على ذات صدرك ودخيلة نفسك مطلب عزيز لا يطيق الوفاء به كل مؤمن ولا كل مسلم إنما يحوم حول حماه صفوة الصفوة من المتقين وكأنه لعزة هذا المطلب ونفاسته صان الله درته اليتيمة في هذه الآية الواحدة التي توج بها هامة السورة يقول تعالى وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ الآية الرابعة والثمانون بعد المئتين الخاتمة في آيتين اثنتين الخامسة والثمانون بعد المئتين والتي تليها والآن قد تناول البيان أركان الدين كلها وألم بعناصره جميعها الإيمان والإسلام والإحسان لم يبقى بعد تمام الحديث إلا طي صحيفته وإعلان ختامه فهل تعرف كيف طويت صحيفة هذه السورة وكيف أعلن ختامها؟ لنعد بذاكرتنا إلى الآيات الخمس التي افتتحت بها سورة البقرة لنرى كيف تتجاوب تلك المقدمة مع هذه الخاتمة ثم كيف يتعانق الطرفان هكذا ليلتحم من قوسيهما سور محكم يحيط بهذه السورة فإذا هي سورة حقا أي بنية محبوكة مسورة ألم يكن مطلع السورة وعدا كريما لمن سيؤمن بها ويطيع أمرها بأنهم أهل الهدى وأهل الفلاح؟ ألسنا نترقب الآن صدا هذا الوعد؟ بلى إننا ننتظر الآن أن تحدثنا السورة هل آمن بها أحد وهل اتبع هداها أحد؟ ثم ننتظر منها إن كان ذلك قد وقع أن تحدثنا عن جزاء من استمع واتبع وهكذا سيكون مقطع السورة أولا بلاغا عن نجاح دعوتها يقول تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله وقالوا سمعنا وأطعنا ثانيا وفاء بوعدها لكل نفس بذلت وسعها في اتباعها يقول تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ثالثا فتح لباب الأمل على مصراعيه أمام هؤلاء المهتدين فليبسطوا إذن أكفهم مبتهلين ربنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تلك هي سورة البقرة أرأيت وحدتها في كثرتها أعرفت اتجاه خطوطها في لوحتها أرأيت كيف التحمت لبناتها من غير ملاط يمسكها وارتفعت سماؤها بغير عمد تسندها أرأيت كيف انتظم من رأسها وصدرها وأحشائها وأطرافها لا أقول أحسن دمية بل أجمل صورة حية كل ذرة في خليتها وكل خلية في عضوها وكل عضو في جهازه وكل جهاز في جسمه ينادي بأنه قد أخذ مكانه المقسوم وفقا لخط جامع مرسوم رسمه مرب النفوس ومزكيها ومنور العقول وهاديها ومرشد الأرواح وحاديها فتالله لو أن هذه السورة رتبت بعد تمام نزولها لكان جمع أشتاتها على هذه السورة معجزة فكيف وكل نجم منها كسائر النجوم في سائر السور كان يوضع في رتبته من فور نزوله وكان يحفظ لغيره مكانه انتظارا لحلوله وهكذا كان ما لم ينزل منها معروف الرتبة محدد الموقع قبل أن ينزل ثم كيف وقد اختصت من بين السور المنجمة بأنها حددت مواقع نجومها لا قبل نزولها بعام أو بعض عام لعمري لإن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره معجزات وفي أساليب تربيته معجزات وفي نبوآته الصادقة معجزات وفي تشريعاته الخالدة معجزات وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات ومعجزات لعمري إنه في ترتيب آيه على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات إلى هنا انتهى كلام المؤلف رحمه الله في كتابه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ترجمة نانسي قنقر